اهلا وسهلا بكم مرة ثانية وسلام المسيح معاكم شلو لكم شخباركم شالف خير وصحة وعافية انا فعلا اصلي واتمنى ان التأملات اللي دا دا نشاركها وياكم تكون سبب بركة لحياتكم اليومية هاليوم بنعمة الرب راح نتأمل عن صلاة الايمان نشوف نقرأ مقطع من سفر اعمال الرسل اصحاح 12 وبعض الايات اللي موجودة نبني من العدد 13 مكتوب فلما قرأ بطرس باب الديهليز جاءت جارية اسمها رودا لتسمع فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح بل ركضت الى الداخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب فقالوا لها انت تهذين واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو فقالوا انه ملاكه واما بطرس فلبث يقرأ فلما فتحوا ورأوا اندهشوا الحادث اللي كانت انه كان فيه اضطهد موجود على الكنيسة يعقوب قبل كم يوم انقتل بطرس كان في السجن والكنيسة مجتمعة بتصلي من اجل بطرس ومن اجل الاوضاع اللي موجودة بطرس طلع من السجن رد الفعل الكنيسة كان عكس اللي متوقع يحكى انه اكو مجموعة فلاحين يوم من الايام اجتمعوا لكي يصلوا لالله ان ينزل مطر على اراضيهم لكن واحد من الاطفال راح وياهم والشال هو شمسية وياه حماية من المطر اللي راح ينزل بسبب الصلاة والايمان هذا هو نتيجة الصلاة من تصلي انت لازم تكون مؤمن انه الله راح يسمع وراح يدخل هذا هو الايمان من تاخذ الشمسية وتتوقع وتنتظر ما شئة الله والمطر راح ينزل فعلا في قراءتنا باللي قرناها بسفر عمال رسول يبين شيئين عكسين في القصة التلاميذ مجتمعين ويصلون من اجل البطرس من اجل البطرس واللي كان في السجن بسبب الاضطهاد والرب دا يدز ملاك ويطلع بطرس من السجن لكن ردود فعل الكنيسة والمؤمنين كان سلبي كل الوقت بيفكروا انه مو بطرس او يمكن ملاك بطرس واني مستغرب شنو نوع الصلاة هاي اللي احنا ما نؤمن انه الله ممكن يجاوبنا يفضل بصراحة انه واحد ما يصلي اذا ما تأمن انه الله يقدر يسوي معجزات لكن هاليوم احنا بنؤمن الله يقدر يسوي معجزات بحياتك خلي مواضع مواضعك بيد الرب وصلي بايمان يا رب يسوع جاي لك يا رب بهذا الوقت نصلي ونطلب يا رب زد ايماننا لكي ما يجي نصلي من نجي ونصلي لك عدنى كل الثقة والايمان انك انت تقدر تسوي المؤجزات وتقدر يا رب تشفي وتقدر يا رب بتحرر من قيود معينة وتقدر يا رب تخلص الناس اللي حواليها باسم المسيح يسوع وصلي امين امين الرب يبارككم ونشوفكم بالحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر